اذكروا والله العين حق دخلكم والله ما شاء الله الله لا يضرها الله لا يضرها الله يحميها بحماه ما هو ترى كل طالب يقدر يجيبه مئة في المئة والله ما هو كل واحد يقدر يجيبه مئة في المئة ترى ما يجيب مئة في المئة الا واحد يرجعه قهر في حياته يرجعه تحت كده الكتاب والله بسم الله تبارك الرحمن الناس جابت والله وربك عبا يا عيال اقدر اعيد الثانوي يا عيال نسبتي 69 اقدر اعيدها اقدر اعيدها يا عيال وربك عبا صدق يا عيال ورب البيت صدق لا الناس اللي قاعدين يدرسون الناس اللي قاعدين يدرسون اقسم برب البيت اني لكم من الناس صحيح لا تغلطون غلطة عمري تخرجت من الثانوي تخصصي كان شرعي نسبتي 69 اقسم برب البيت اتعبت لا كلية قبلتني لا جامعة قبلتني لا معاهد قبلتني ما حد قبلني لا تغلط غلطتي لا تغلط غلطتي التعب منسي تتعب سنة سنتين ثلاثة تكبر بكرة تكبر بكرة يا حبيبي معك شهادة بيضة الوجه تروح الجامعة اللي تبغاها تدخل التخصص اللي تبغاها اتعب اليوم تنسى بكرة عادي يا منصور لنا الله سبحانه وتعالى ما عين حد يمرجع طيب لو يفكر يسحب من الجامعة سحبوك على وجهك تنسى دي حفوق الزفلت هم يسحبونك عشرة من الجن كلهم ما يخافون الله يسحبونك على وجهك ليه انت تظلي ونعم خابت ليلتك ليش تسحب من الجامعة هم تسحب من الجامعة الناس قهرت وتبغى تنقبل ابا يجيها قبول وانت تبغى تسحب منها سحبوك انا سحبت عادي ها يلقم مدري القمي يا افنان القمي ها يلوح اخرية تزيد تقبلك مرة ثاني ها ينقلعي انا ما ادريت والله ورب البيت ورب محمد ما ادريت ان اخرتها كبس وشيره ولا وعلي الطلاق والله لن ارضاب اقل من 95 لكن فدى يا رجاء فدى صقر العدوان مكتوب الحمد الله والله اني راضي بقسمتي وراضي بنصيبي اللهم لك الحمد انا دخلت خمسة جامعات يا ابو حنش وما غلقت الا بعد 14 سنة انت عقلك ما في راسك الظاهر عقلك في خناثرك خير يا ابو الشباب خمس جامعات انت ما يعجبك العجب انت والله يا اعرف ناس شهايدهم ماجستير مدري ايش وزالسين في البيوت عادي يا اخي الرزق من الله سبحانه وتعالى الرزق بيد الله سبحانه انت تدونوا احنا وش مشكلتنا تدونوا وش مشكلتنا كلنا نتمنى نروح الصحراء نلقى شنطة سوداء كبيرة مليانة قروش معينها تجيك ما في شي زي كذا صاحب مطاعم حاشي باشا ارحب يا محمد لبا روحك حاشي باشا كلنا نعرفه سمعتوا قصته انكد على وجهه تدين لين قال بس وانطلق مع الرجاجي راح التجار اللي قاعدت معهم اليوم يقول لي يا حبيبي شف خايف على فلوسك لانك تخسرها اتدخل في التجارة ما لك وما لها يا تقوي قلبك وتخلي صلب صلب لا تدخلوا التجارة الحبيبي بسعلك وفيها رزق والله العظيم فيها رزق انا اعطيك قصة واحد واحد اعرفه معرفة شخصية عشان تقولون التجارة ان فيها خير الشخص هذا كان موظف وجدته اصابه وقدم على تقاعد طبي جاه مبلغ تقريبا تسعين او مية الف حقوق اخذ تسعين الف هذه ما راح يلعبها ما راح يسافر يلا طيارة يلا باروح ايطاليا ولا اسكتلندا لا يا مروح لا لا واشترابها الشي والدكة الصغير اللي فحط الشي والدكة اللي فحط وش اسمه واش كان اسمها البكت بكت بوبكت blir أشتغل� وهو اشتغل على البوبكت نفسه ما راح اجاب عامل هو اشتغل على البوبكت اشتغل بجنب الحرب ايام مشاري اشتغل كدا 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 خلال سنه جابه اخوه سنه ثانية جابه الثالث شغلها شوية شغلها مع بعض شغلها مع بعض رح تقل لشيول تقل لبوكلين تقل لقلابات شوف دا حيب ما شاء الله تبارك الله شوف ما شاء الله تبارك الرحمن بالحين كيف عندها مؤسسة حق تمقاولات الناس يا حبيبي ناس تفهم